اهلا وسهلا مشاهديني متابعيني حياكم في قناتي اللي نتابع فيها نمو تطورات النباتات المنزلية في بيتي بدون شمس جهست لكم مجموعة من الفلدندرن اللي تقيش في بيتي نشوف حتى المكتب عليها الفلدندرن ونشوف نموها وتطوراتها ونشوف المجموعة اللي راح اتكلم عنها اليوم اول واحدة راح اتكلم عنها هي نبات الفلدندرن السلوم نشوف ورقها كبير حجمها عود الحوض اكبر واحد اندي وهي حوضها كبير داخل بالحوض هي حوضها المشتر اللي في فتحات من تحت بحوض سيراميك زينة هذا فهي ماشاء الله كبيرة ونشوف فيها النمو وهي صارت وايد كبيرة وايد عودة للدرجة اني انا قصيت كل هذي نشوف مكان القز مكصوصة بكل مكان لانها منعزلين وايد صارة وذقال فمن قصيتها ايه فيها نمو باش من قصيتها يقاموا يكبرون دمسرون اكبر وسقي هذي انا اسقيها لانها هي فلدندرن كل انواع الفلدندرن عندي اسقيهم مرة بالشهر تكون التربة ناشفة تماما فتسقيها ماي طبعا اخلي لها كمية ماي ربع الحوض من تحت حتى قاتبقى اول الشهر حط لها ربع الحوض من تحت ماي وخليها تشربة على كيفها طول الشهر ونشوف فيها النمو وقلت لكم انا قصة وايد منها لانها صارت ثقيلة واوراقها صارت وايد متوزعة قاعد غطي على باجي النباتات اللي حواليها نشوف مكانها وين كاي انا منزلتها لكم عشان اصغورها هذا مكانها فهي موجودة هني ومتوزعة مني مني مسكرة على الكل وحتى على الطريج مسكرة يعني فنزلتها لكم عشان تشوفونها وهذا هي على اضاءة البيت مع اندي شمس ونشوف النمو ونشوف التطور مالها كاي المكان مجسسة نشوف فلدندرين ثانية عندي فلدندرين اسمها امرالد صراحة عجيبة متسلقة تصعد ليفول ماشية ونشوف النمو ونشوف النمو كلها فيها ورا جديد خذيت منها كتينز تشوف هذي بعضورة يديدة يعني ما شاء الله هذا الساقل اللي فوق في واحدة ثنتين واحدة ثنتين ثلاث أربع قاعدين يتبطلون والسقي عندنا شوفون التربة التام بالشهر مرة على حسب بيتي وبيتي عندي البيت عندي بارد ناشف بدون شمس فنشوف النمو اسقيها مرة بالشهر ووريتكم النمو وخذيت منها كتين نقيت فيها ورقة صغيرة تحت معا ساقل نشوف نشوف هذا الساقل اللي انا خذيته خانا اشعر لكم هذا الساقل اللي انا خذيته كانت فيه ورقة طاحت لس تضع لي هذي اللي يديد وانا حطيت العصايا فقعد يكبر ومثبت لنفس امها يعني امها لها عصايا وهي كذلك لها عصايا والسقي عندنا شوفان التربة التام نشوفان التربة التام كلش مرة واحدة تربة ناشفة اسقيها وهذي الفلدندران امرالد وهذا مكانها نشوف هذا الاضاءة كله اضاءة بيت هذا الاضاءة مالتها لمكان الفلدندران الثانية احيان راح اصرف لكم عنها فلدندران اكزانادو نشوفها ورقتها جميلة اتشع به السلم بس الساقل يختلف نشوف النقط هذي اللي ندورين شكلها وايد جميل نشوف النمو وفيها ورقة تتبطل فلدندران الساقي عندنا شوفان التربة التام في بيتي ماكو شمس على اضاءة البيت كلها غبار يا بيها شو ينزل وهذه الفلدندران اكزانادو فلدندران مونشاين لونها شو سمونا اللون هذا نيون نيون اعطوني حين وياكم قا اشوف شنو هذي البقاء ما ادري شنو اعقد حشرة يمكن ولا شنو نشوف في البقاء يمكن تكون حشرة راح ارشها بنيم اويل ونشوف شنو يصير او كلش كلش هي راح يتم علاجها يعني لكن خنشوف النمو والساقي عندنا شوفان التربة لانه هي فلدندران الفلدندران في بيتي يعيش على نشوفان التربة التام الساقي مرة بالشهر ونشوف فيها نمو وناخد منها كتنج جوايد ونشوف شنو هنقعد تكبر هذا الساق فاضي في بس هالورقة الوحيدة لكن بعدين يطلع لي هنه ما شوف يطلع لي هذا وهذا كمل بروحه فيه كل هذا النمو ونشوفوا هنه في ورقة تعوني شفته شوانيش لا ما في ورقة من هنا في ورقة طلعت من الساق هذا الطويل اللي فيها ورقة واحدة تحت لكن بالاخير فكرت انه يطلع ورقة طلعت الساق زائد هذا الساق وهذا فيه كاهو النمو وكاهو النمو وهذين المقع ما ادري شينو مصرحة عالجها ان شاء الله وهذا الفلدندران مونشاين فلدندران كلها خضرة جميلة بتشابه البركن لكن ما فيها اي نكش ما فيها شيء مجرد اوراق خضرة جميلة وشوية سميكة لأوراق نقدر نشوفها ملمسها يابس يعني سميكة زين فمن شدي ما تشرب مال وايد وهذا النمو وفيها ورقة العقاة تتبطل وعندي منها تقريبا ثلاث يعني هذا رابق حول فيه ثلعة فغيرها بس نزلت لكم هذي عشان تشوفونها فلدندران اظن اسمها غريل ليدي شيء كذي نحن لنا فيه بنك برانسس فهذه غريل برانسس او غريل ليدي اظن شيء كذي يسمها اتأكد واكتب لكم الاسم باش نشوفها الساقي مرة بالشهر كل الفلدندران عندي يشربون مرة بالشهر هما والبوتس ومنستيرا والفايكس المطاط بانواعة كلهم يشربون مرة بالشهر اللي هو واحد الشهر ونشوف النمو ما شاء الله جميلة وندها ورقة يديدة فلدندران جميلة راح اتأكد لكم من الاسم وكتبها طبعا هي بحوظ فخار فهذا شنو عنا عطا انها راح ينتنشف لها التربة بسرحة بس مو مشكلائية لشنها تحب النشفان فنشوف شنو قاعد نطلع معاها وانا قاعدة سييها مرة بالشهر النشفان التربة التام يعني بالفخار راح تكون ناش نشفة تقريبا لغاية تاريخ عشر يوم بالشهر بس مو مشكلة راح تنطر بعد عشرة أيام وراح اسقيها ونشوف هذا هو اذا طريقتي تقولون لا صعب ووايد وهذا قاعدين يكبرون وينمون ويطلع فيها نمو على الموعد اللي انا امشيتها علي هذا الفلدندرن اللي يبيلها غسيل هذا لان انا ارشهم بين فترة وثانية فيصيرون مبقعين شدي وهذا الفلدندرن فلدندرن ومثل ما قلت لكم ما عندي شمس اعتمد على اضاءة البيت وبيتي بارد ناشف بدون شمس ونشوف النمو والثقية عندنا شخان التربة التام مرة بالشهر تكون التربة ناشفة تماما يلا اني ازقيها كل واحد بالشهر ازقيهم تخيلون المجموعة شكبرها ما يخالف حلو وهذا النمو فلدندرن حوضها صغير وازقيها عندنا شفان التربة التام ونشوف شنور طلع يبين نمو عندنا شفان التربة التام طبعا هذه لانا حوضها صغير وايد اصغر من الباجي فهذه انا تشيك عليها للامانة كل 15 يوم اشوف تربتها ناشفة تماما اسقيها وطبعا زائد الرش ان انا ارطب الاوراق فنشوف انه فيها نمو جميلة جدا من انواع الفلدندرن من انواع الفلدندرن جولدن برنس جولدن برانسس برانسس هادي مو برانسس ونشوف فيها النمو ولونها برتقالي وهذا النمو والسقي ان شفان التربة تام واحد بالشهر اشربها ماي ولا شنها فيها نمو اعطيها بوقت السقي اعطيها ماي مع مغذي اذا وقفت ما قامت اتطلع ورق اعطيها ماي عادي على نفس الموعد بموعدها اسقيها ماي عادي او اذا فيها نمو بموعدها اسقيها ماي مع مغذي وهذا البركن اللي تطلع وراق هاتذي تطلع وراق هاتذي والنموم اللي قتلكم متشابه هادي نشوف الفرق بالاوراق هادي سادة وهذا المخطبة تحتاج الى اضاءة بس انا ما عندي حقتها تحت ال يعين تحت الاضاءة على طول فمنشي يطلع معها هذا الشي هذي هي سادة شدي بس تبوه سولفنا عنها حلونا نشوف هذي هذي دا منها فلودندرن بس الماقت تبوه حكل الفلودندرن عندي اسقي مرق الشهر اننا شفان التربة التام ونشوفها على اضاءة البيت ما عندي شمس حاطتها تحت الابجورة فنشوف ان فيها نموها ممتاز و جميل من انواع الفلودندرن نشوف النمو يطلع وردي جميل اطراف صفرة لاننا كثرت لها الماء سول حبيبتي ما راح اعطيت ماء زيادة بس ما يخالف دا مننا فيها نمو خلي يكبرون هذي لا اقصصهم هذي لا غزي اللي فيهم اسفر لما يكبرون هذي لا راح اقصص الابراه الصفرة وانطبهم على واحد بالشهر وانا شوفان التربة التام لانها فلودندرن حالها من حال الفلودندرن الباجين اللي فيهم نمو ممتاز فلودندرن سيفر سورج السيف الفضي بالعربي نشوفها جميلة اندي واحدة ثانية صراحة ما ادلش هذي لا ترا كانوا صغار جدا يعني جدا جدا الحوض كانهم الحوض مالهم كانوا وايد صغير صغير بحجم يعني هذا تقريبا فاكبرت اندي لكن الوضع ما قاد يعجبني هذه واحدة ثانية غير المكان هني اقرب حق الاضائر ما ادري شنو وضعها لكن فيهم نمو لها تتبطل وفيها نمو وان شاء الله نشوف حتى تربتها ما انشفت انشفت وحنا اليوم كم اليوم 24 في ايه فيها نمو وهي الورقتين يدد نشوف والورقة السلفر لونها رح تصير متسلقة نفس الامريلد بس يلا كبري حوض هاس الثانو صغير ولا غريم يعني هالكبري فقير حال نزيل والورقة كانت موجودة داخل الساك عصدي وفيها ثلاثة ورقة كل هاد حين قاعد يطلع اندي بس دايما اشوفها بشيري والتربة اللي انت حين ما انشفت حطتها بمكان في اضاءة مرة البيت عندي يعني كثرت كثرت الاضاءة اللي حواليها بس أنا متشجعة ومستنسعة ومو فاقي بالأمل لان فيها نمو فيها نمو وجميلة ثالثي ويراب تكبرة تصير نفس الامراض واحدة من الجميلات فلدندرين ماذا اسمها كنته فلدندرين ماشا الله كبرانه احسن من خواطها الواجين لقد راكتنا شوية تعمونين فحليت هذي جميلة وماخذة منها كاتينج هذا الكاتينج ملتها وحلوين والنمو ممتاز كذلك عندي هني كاتينج ملت المايكن نشوفها ما شاء الله بالماء جذور وطالعة اكثر من نوع لكن المايكن موجودة واضحة كاهي ونشوفها بعدها تروح بكل مكان وما شاء الله حلوة لان هي شطورة فمنشدي اخذت منها كاتينج عشان يصير عندي واحدة شطورة ثانية ونشوفوا شنو بعد للأسف ما حبوا ويعيشون عندي هذا الفنتين ويتضور توني حطتهم اليوم بماي هذا نوع من الفلدندران والورقة وايدي كبيرة وايدي كبيرة الورقة قطوا كل اوراقهم كل كل بلب كان فيه تقريبا ثلاث اوراق هذي آخر واحدة الحين ما بيقطها عشاص لا يتم هاذا بروحه قط ما يخالف خلها شدي لين اتطلع ورقة على الأقل ليشدت الورقة اليديدة راح اقص هذي وهاذي آخر واحدة ويا ربنا ما تصير صفرة نفس اختها كاهم الجذور هذا اللي انا قادة اشوفه انه الجذور قوية بيضة وحلوين كل شي تمام ما ادري ليش صار فيهم شديد فانا قلتهم حق ماي لانا نوع من التجذير اللي انا في فيديو سابق قدلت انه التجذير انقاذ واكثر فانا هني التجذير حاقته علشان انقاذها انقاذ السنتين فانشوف الورقة هني شلو الحمدلله زينة الورقة الثانية تعبو وبشدي مشاهديني تمنى لكم مشاهدة باي